اشتركوا في القناة فهذا مجلس من مجالس أمثال القرآن ورب العزة يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يقله إلا العالمون ويقول تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها فقد حسن الله على تدبر القرآن ومن تدبر القرآن تدبر أمثال هذا القرآن مع قول الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخروفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون لقد قال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القمور في عدة آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى شبعت حياة الإنسان التي يحياها بحياة النبات شبعت حياة الإنسان بحياة النبات فالنبات بزر تبزر في الأرض وبعد ذلك تخرج نبتا ضعيفا إذا سقيت بالماء تخرج نبتا ضعيفا وتقوى وبعد ذلك تشتد وتأخذ أبهى ألوانها وأجمل مناظرها وبعد ذلك تبدأ في اليبوسة مرة ثانية وبعد ذلك تبدأ في التكسر وتصبح إيدانا يابسة تتكسر وبعد ذلك تتكسر وترمى على الأرض وتداس بالأقدام بعد ذلك تتلاشى ولا أثر لها على ظاهر الدنيا والإنسان كذلك كما سلف بيانه يخرج طفلا صغيرا من بطن أمه بعد أن كان نطفة ألقيت في الرحم فأخرج طفلا صغيرا وبعد ينمو شيئا فشيئا وبعد الأشكال والألوان والمقة وغير ذلك كل ذلك يقسمه الله كما أن نباتات الأرض مختلفة متنوعة نباتات الأرض مختلفة متنوعة كما قال تعالى وأنبتت من كل زوج بهيش فكذا بن آدم الأبيض والأصفر والأحمر والجميل والوضيء والدميم أشكال وألوان متعددة كما أن أشكال النباتات متعددة متنوعة أشكال بني آدم كذلك النبات يشتد وابن آدم أيضا يشتد النبات يشتد ويقوى وابن آدم يشتد ويقوى تقبل على رائحة الورد تفوح تقبل على الفتاة أيضا تقترب منها تريد أن تحظى منها بقبلة واحدة بعد ذلك يتصرب إليك يا ابن آدم المشيب يتصرب إليك يا ابن آدم المشيب ويا بنت آدم يتصرب إليك أيضا المشيب وتصبح الفتاة عجوزا بعد أن كان الخطاب يلتفون حولها كل يريد أن يحظى منها بنظرة فإذا بها وقد سال لعابها وبيض شعرها وبالت على نفسها كل يفر منها ويريد التخلص منها بعد ذلك تموت يا ابن آدم وبعد تودع في قبر موحش مظلم إن كان عملك سيء إن كنت من أهل الصلاح كان القبر عليك روضة من رياض الجنة يا تفتت الجسم كما أن النباتات تتفتت وتتكسر وبعد ذلك ينتهي أمرك لكن عند الله لا ينتهي وكل ابن آدم يبلغ إلا عجب الزنب بعد ذلك تبعث يوم القيامة فالشيء أنك انتهيت كما أن النبات خرج صغيرا انظر إلى النبات صغيرا يكبر يقوى يشتد وبعد ذلك يبدأ في التلاشي والاندثار والتكسر ويداس بالأقدام وأنت كذلك يا ابن آدم ضعيف تقوى تكبر وهكذا يقول أمرك إلى قبر تصبح رفاتا فخذ عبرة من النباتات لقد ضربت للحياة الدنيا أمثلة في هذا الصدد أعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاسر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فطراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فانتبه يا ابن آدم فهذه النباتات ضربت لك مثلا ضربت لك مثلا حتى تتطعز بها انظر إليها وأمعن النظر إليها كما سلف الفتاة كانت حسناء كالزهرة الطيبة ذات الرائحة الطيبة وبعد ذلك يابست الزهرة وتكسرت وانسنت وكذلك الفتاة وكما قال الشاعر الذي يذم الحرب وويلات الحرب إلا ما كانت لله وفي سبيل الله ولإعلاء كلمة الله يقول الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول الحرب أول ما تكون فتية كالفتاة البكر الجميل الوضيئ الحسناء تسعى بزينتها تزينت الفتاة بزينتها للشباب الجاهل الذي يجري وراءها كل يريد أن يحظى بابتسامة منها أو برمشة عين منها أو غمزة عين منها أو بكلمة منها تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا هبت واشتد درامها ولت عجوزا غير ذات حليلي شمطا ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل فيصف الحرب الحرب كل في البداية كل يدعي أنه شجاع ويريد القتال سنمحقهم سنسحقهم ويتكلم بعد أن يدخل الحرب تهشم رؤوس وتزهق أنفسه وتقطع أيدي وأرجل وتشوه الأنوف وتجدع أو تجدع الأنوف وتكسر الأسنان ودماء تسيل حينئذ كل يكرهها كل يكرهها حتى إذا هبت واشتد درامها ولت عجوزا غير ذات حليلي يعني أصبحت عجوز بعد أن كت فتاة بكر كل يتلهف والكل يحاول أن يدخل في الحرب كالفتاة كل يريد أن يحظى منها بقبلة بحضن بنحو ذلك بعد ذلك أصبحت الفتاة عجوزا لا يزوج لها كل يريد كل انطلقها كل انطلقها ولت عجوزا غير ذات حليلي شمطاء أي شعروها أبيض ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل مكروهة للشم والتقبيل فخذوا من النباتات عبرا فإن الاستدلالات على البعث في كتاب الله سبحانه وتعالى على أربعة أجهة أو خمسة أجهة في الجملة استدلال على البعث بإحياء بعض الأنفس بعد موتها استدلال على البعث بإحياء بعض الأنفس بعد موتها وتقدمت لذلك استدلالات كثيرة وصور كثيرة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ومؤلوف حضر الموت تقدم في هذا باب واستدلالات على البعث بالخلق الأول كما خلقناكم أول مرة كما قالت على كما بدأكم تعودون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه أسهل عليه فاستدلالات بإحياء بعض الأنفس بعد موتها استدلالات بإحياء الأرض بعد موتها استدلالات بالخلق الأول استدلالات بخلق السماوات والأرض إذ الله قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون أيها الإخوة انظروا واخذوا العبر ضربت الأمثال متعددة للحياة الدنيا بالأرض والنبات الذي خرج منها نباتات مزدهرة ملونة هذا أخضر هذا أصفر هذا بهيش هذا حلو هذا حامض الناس كذلك هذا أبيض هذا أسود هذا خفيف الدم هذا تحب أن تراه هذا تحب أن تشم ريحه وكذلك النباتات لكن مع هذا البهرج كل يأتي عليه وقت ويزول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سأله سائل عن الساعة متى الساعة يا رسول الله فصلى العشاء عليه الصلاة والسلام وقال تسألوني عن الساعة ما من نفس منفوسة يأتي عليها مئة عام وهي على وجه الأرض أي كل الموجودين الآن على وجه الأرض كل البشر الموجودين على وجه الأرض في هذه اللحظة التي تكلم فيها الرسول لن تمر سنة إلا وكلهم موتة إلا وساعتهم قد قامت ولكن الذي ولد غدا له شهر آخر فإذا كان ذلك كذلك ولن تكاد مئة عام تمر علينا إلا وقد متنا أو خمسون عاما وقد متنا فالأعمار في الغالب بين الستين والسبعين إذا كان الأمر كذلك فلنأخذ العبر لنأخذ العبر عبر وقد ذكر بعض العلماء في شرح حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن من الشجر الشجرة مثلها مثل المؤمن قالوا إن عمر النخلة قال إن عمر النخلة كعمر ابن آدم وله وقت قوة واشتداد وله وقت ضعف وشيخوخة وله وقت إنبات نفس الشيء النسبة للنخلة النخلة كابن آدم في أعمالها وفي قوتها واشتدادها هذا والموفق والملهم من وفقه الله والمهتدي من هداه الله هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة